رح نحكي عن الحيازة يلي بتسلط شخص على عقار أو شي بشكل فعلي باعتباره إما مالكان إله أو صاحب حق عليه مثل حق انتفاع بالنسبة للعقار بحيث يتم وضع اليد على العقار وبيظهر بمظهر المالك أمام الغير أكيد يا هادي وإذا بنا نقول أن الحيازة بتكون هي على عكس الملكية فهي مؤقتة بوجود مبرر مشروع لوضع اليد على العقار رح نحكي عن هذا الموضوع نضوي على تفاصيل ومفاصل جدا مهمة بهذا الموضوع القانوني وأكيد ضيفنا هو المحامي محمد المهدي سعد صباحك أستاذ وأهلا وسهلا فيك سعد صباحك أستاذ أهلا وسهلا بحضرتك خلينا بداية نتعرف نحن من المشاهدين شو من أصدر بالحيازة بالقانون السوري الحيازة عرف القانون المدني بأنها سلطة معينة يعطيها شخص لنفسه إما للظهور بمظهر المالك بالتصرف بالشيء اللي واضح حياسته عليه أو لإعطاءه صلاحية معينة أخرى فيه من التعريف تبع الحيازة نحن نشاهد أنه في عمنا نحن شقين للحيازة عنصرين عنصر مادي وعنصر معنوي العنصرين هنم مرتبطين ببعض ما بصير نحن يكون أمام حيازة إلا إذا كان العنصرين متواجدين ما بصير أنه يكون نحن في عمنا عنصر من العناصر والتاني غير موجودة العنصر المادي هي من التعريف نحن بناخده أنه هو ظهور المالك ظهور الحائز بمظهر المالك العنصر المعنوي هو أنه يعطي نفسه صلاحية السلطة على الشيء ويكون في عنده النية بحيازة هذا الشيء ما بيكفي نحن وجود شخص واضع يد على شيء أو هو حائز له لنقول نحن أنه هذا الشخص عم حيازة على الشيء مثل مثلا نحن إذا نذكر أنه الشخص اللي بكون في عنده سائق على سيارة هلأ هو صحيح هذا السائق بيكون هو موجود بهذه السيارة بس نتيجة مبرر عطاياها مالك السيارة ما بيكون في عنده نية للحيازة إلها فهون نحن ما ممكن أمام حيازة بهذه الحالة هناك عم شوية الموضوع من العنوان يعني عم حاول نبسط أكتر وناخد أمثلة ذكرت السائق اليوم الحيازة وحتى يعني تثبت في إلى شروط ذكرت مادي وغير مادي حضرتك ذكرنا نحن هلأ عنصرين الحيازة هنن المادي والمعنوي طب إذا بنروح للشروط اللي بتثبت الحيازة بالنسبة للشروط هلأ نحن في عمنا شرطين لازم يكونوا موجودين اللي هنن الشرط الحيازة لازم تكون مستمرة وهادئة خالية من ثلاث عيوب اللي هي الإكراه والغيش والغموض نحن ما في عنا بالحيازة عدم استمرار بس انقطعت الحيازة نحن طلعنا عن موضوع الحيازة بصير في عنا حالات من حالات الانقطاع طب أعطينا مثال أستاذ يعني أعطينا أي مثال من الحياة العام الشخص قام بوضع يده على العقار بهدف أنه يحوزه بعد مدة قانونية بحال هذا الشخص استمرت حيازته فيه بمدة 15 سنة إذا نذكر أنه لي المدد التقادم بالحيازة هذا العقار بالأصل هو لم يمد يكون هل هو أملاك دولة؟ هل هو غير موجود صاحبه؟ هل هو زراعي؟ عقاري؟ ممكن عقار أنا أكون مأجره لشخص نعم بالبداية في نحن عمنا هذا الشخص هيكون هو معه سند بأنه هو مستأجر هذا العقار وقعت لي هذا الشخص هيغير بالنية تابعه هل هو محقق الركن المادي بالتعريف الحيازة كون هو مالك كون هو قاعد بالعقار حائز له وقعت لي بغير هو العنصر المعنوي بصير قصد حياسته غير مشروعة الحيازة هي ما تنبنى على شيء مشروع نعم ولا على مبرر سوي أمام القانوني قانوني بإذا صح الكلام وقعت لي هذا الشخص بغير من النية تابعه بحيازة هالعقار مثلا بيخلص عقد الأجار أو بيكلف الورقة تابع العقد الأجار بينكر وجود عقد أجار هون صار في عنده إضافة لأنه هو حائز واضع يده ظاهر مظهر الملك تجاه الغير بهالعقار شال هاي الورقة اللي موجودة نحن عنا اللي بتثبت وجوده بهالعقار هون نحن بلش بقال نحن في عنا موضوع الحيازة سهر هو هون بدي يشوف الموضوع تبعه أنه يمنضى الوقت القانوني الخمسة عشر سنة بيتملك هو بالحيازة عن طريق التقادم إذا ما صار في عندنا حالة من حالات انقطاع التقادم التقادم بينقطع في عندنا نحن تحالات لانقطاع التقادم ممكن أن هذا الزلمة اللي حائز بالعقار تطلع من ملكيته الحيازة يطلع من يده الحيازة ممكن يصير فيه انقطاع ممكن بالنسبة للشيء المنقول أنه يفقد هو الشيء المنقول لأن نحن بالمنقولات في عنا أن حيازة المنقول هي سند الحائز حيازة المنقول سند الحائز نحن بالأشياء المنقولة ما في أغلبها يكون فيه أشياء سابتة وورقيات لهذا الشيء إلا بحالات معينة خاصة القانون مثلا مثل السيارات هي بتعتبر من سبيل المنقولات بس السيارة إلها طبيعة خاصة كونه في إلها قيود وفي إلها دائرة نقل في إلها مواصلات هذه السيارة في إلها مالك بيين نحن مين هو بالنسبة لنسبة لجوالات لأي شيء منقول آخر هو حيازة المنقول سند الحائز بالمنقولات ما في عنا نحن مدة للحيازة تبعها مجرد وضعها في اليد الشخص فهو اعتبر حائز إلها بدون أي مدة إلا بحال ثبوت العكس أو إجا شخص آخر طالب فيه تمام أستاذ محمد هل ممكن تغيير الوضع القانوني للحيازة مهما امتدت أيام وضع اليد على العقار؟ تغيير الوضع القانوني للحيازة بدون يخضع للمدة التقادم بدون تكون بالحيازة الهادئة المستمرة لا يصير الحائز الحائز بالبداية هو ما بيملك أي مستند سواء بس إنه هو ظهوره بمظهر المالك والنية السيئة باتجاه الشيء اللي هو حائز إله وقت اللي بدون يتغيير الوضع القانوني للحائز هي الوقت اللي بدون يلعب على موضوعه هو إنه أنا يقطع علي فترة التقادم ما يشوب أي شيء من حالات الانقطاع اليوم الدعوة القضائية بتوقف الحيازة بتقطع المدة اللي عم ما يعد الشخص إلها مثلا إذا بنحكي 15 سنة هذا الشخص قاعد حائز للشيء ما بيتملك بحال بهال 15 سنة قام المالك الأساسي بمطالبة بمطالبة بدعوة استرداد الحيازة القانون السوري حمل حيازة بتلت دعاوي حمل القانون السوري بدعوة استرداد الحيازة دعوة وقف الأعمال الجديدة ودعوة وصف الحالة الموجود دعوة استرداد الحيازة الحائز الأساسي اللي فقط حياسته فيها بيقوله إنه يقدم دعوة استرداد الحيازة خلال مدة سنة من تاريخ الحيازة الجديدة صدور حكم الحيازة بيقوله يقدم الحائز السابق دعوة استرداد الحيازة من الحائز الجديد خلال فترة سنة فقط خلال هاي السنة إذا كان هو عنده علم بحال عدم علموبيل الحائز الجديد فهي السنة الميلادية بتمتد من علموبي وجود حائز جديد لحتى يقدم دعوة استرداد الحيازة دعوة استرداد الحيازة من دعوة منظورة أمام محكمة الصلح خلال نروح للمناطق العشوائية ونحن نرى أن البيوت الموجودة ضمن هذه المنطقة هي مسجلة عبر عددات ماء وعددات كهرباء باسم مالك البيت هل هذا الشيء يمكن أن يحمي من حيازة تاني لعداد الكهرباء والماء أو لا؟ بالنسبة لهذا الشيء المناطق الغير خاضعة لإدارة أملاك الدولة هاي المناطق تكون غير محددة ومحرعة يعني لا تخضوا على سجلة العقاري للطابو إذا بالعامية بننؤولى هاي المناطق بيختلف فيها الكثير من القيود اللي بتحكمها سند ملكيتها هي بالعامية هي عداد الكهرباء والمي ما بيملك الحائز لها العقار مثلا أي شيء بالنسبة للا حصة صهمية ولا لشيء بيختلف فيها مدة التقادم طب يعني هلو كفيلة لساعة تكون تثبت أنه هذا البيت لهذا الاسم مدة التقادم بالنسبة للمناطق الأميرية الغير مسجلة والغير خاضعة لإدارة الدولة هي مدة التقادم فيها عشر سنوات مو خمسة عشر سنة بالنسبة لموضوع ساعة الكهرباء والمي في شيء بالقانون هي شهادة تعريف من المختار والجوار بتحقيق محلي بأن هذا الشخص يملك ساعة كهرباء وهو اللي حائز لها العقار هاد فهي هاد المستند الوحيد اللي ممكن الشخص يعمله بحال وجوده بهاي المناطق ليضمن هو حقه بحال قام بتأجير هالعقار هاد الحائز له أو شيء ليسترد حياسته هو إذا استرد الحيازة فأدى بساعة الكهرباء وعداد المي ممكن أنه يتبدله ممكن بالتنازل ممكن ببدل ضائع ببدل تالف بأي شيء يعني ممكن أنه الشخص يقوم باللعب عليه وقت اللي بدي يسترد الحيازة الحائز الأساسي اللي دخل هالحائز أو ممكن دخل بدون علمه فهون في صعوبة جدا بحال هو ما كان يعني مسبت بوجود مثلا شهادة تعريف من المختار من قسم الشرطة المختص بالمنطقة بوجود أنا حياستي بهالعقار تمام هلا في عنا استفسار جديد في حال صاحب العقار قد حازه بموجب سنة حيازة والذي يشترط أن يكون العقار في حيازته لأكثر من 15 سنة دون وجود تنازع قانوني عليها ولم يدعي عليه بأحد نازع عليها هل لأحد أن ينازع على الملكية؟ الملكية بالنسبة للحيازة بحال ذكرنا نحن في سنة ميلادية إذا وقع الحيازة بيد حائز جديد فهي سنة ميلادية بحال هو تجاوز السنة الميلادية الحائز السابق وما قام بمطالبة الحائز الجديد بدعوة استرداد حيازة هون بصير نحن في عمنا المطالبة بترجع للمالك الأساسي اللي عنده هو بيملك سند لهذا شيء تمام بتروح القصة محاكم بتروح القصة محاكم بحال نحن عندنا بالحيازة هي ما فيها سند يخول هذا الحائز بالشيء اللي هو مالكه نتيجة عدم وجود شيء يسجل هي بالبداية سلطة عم يخولها هو الشخص هاد لنفسه طيب أستاذ محمد عم نحكي عن الملكية شو الفرق بينه وبين الحيازة؟ كيف فرق بينه؟ هلأ الحيازة هي وضع يد للظهور بمظهر المالك طيب خلينا نروح للمحكمة مين المحكمة المختصة بهيك دعاوة؟ الدعاوة المتعلقة بالحيازة هي من الاختصاص العام والشامل لمحكمة الصلح المدنيين وممكن تسقط نحن بنعرف المحاكم العادي أو الدعاوة العادي ممكن تروح بالتقادم ممكن تسقط الدعاوة هل يوم هذا البند يطبق قانونيا أيضا على موضوع الحيازة؟ أكيد هلأ بحال دعاوة الحيازة ذكرنا نحن أنه بخمسة عشر سنة بالعقارات والمنقولات سواء المالك الحائز بسند أو غير سند بسؤنية بالنسبة للمناطق الأميرية الغير خاضة على إدارة الدولة والغير مسجلة بسجلات العقارية فهي مدة تقادم فيها عشر سنوات طيب في حال تزوير سندات الملكية شو موقف القانون السوري من الموضوع؟ بحال تزوير السندات نحن نطلع من موضوع الحيازة شوي لنروح لموضوع التزوير نعم طيب خليني نحكي شوي عنه كاليوم بدون تأكدوا أنه تم تزوير هاي السندات هل كمان إجراءات قانون رح تاخد وقت طويل؟ بحال تزوير السندات الأساسية فهي أي شيء اليوم خاضع للسجل بالنسبة للعقارات أو المنقولات أي شيء بيخضع لنظام تسجيل عند الدولة فهي يعني عبال الإثبات ما حيكون من الصعب ممكن ممكن يتم التزوير فيها بس بدنا نروح نحن هون على تزوير أوراق رسمية أو تزوير مستندات لن نطلع نحن عشقين التزوير الجنائي الوصف أو الجنحوي حسب هي طبيعة الوصيقة اللي عم تتزور إذا كانت من الأوراق الشخصية مثلا أو العادية فهي تكون تزوير جنحوي الوصف إذا كانت من الأوراق الرسمية مثلا تزور ورقة طابو فهي من الأوراق الرسمية اللي بتروح على تزوير الجنائي الوصف في حال أنه أحد الطرفين المتنازعين خلا نقول توفى إن كان المدعي أو المدعي عليه بموضوع الحيازة اليوم قانونيا كيف ينظر القانون دعاوة الحيازة هي من الدعاوة اللي بتنتقل للخلف تنتقل للخلف سواء الخلف العام أو الخلف الخاص اليوم نحن في عنا أحيانا شيء يكون هو حيازة عرضية الحيازة العرضية هي الشخص قام مثلا بوضع سند معين عن الشخص السند هذا هو صح شيء منقول ولكن هذا الزلمي قام بوضع حيازته عليه بعدم رده هذا حائز عرضي ممكن للحائز العرضي أن يقوم بدعوة استرداد الحيازة ممكن أنا كوم مستأجر بعقار أفقد حيازتي لهالعقار أنا خلال مدة الأشجار تبعي أنا فيني قدم دعوة استرداد حيازة بحال فقدت حيازتي بعيداً عن المالك الأساسي اللي قام بتأجيري تمام بالختم أستاذ محمد خلينا نوضح أمت بتسقط دعوة الحيازة دعوة الحيازة تسقط بمضي 15 سنة بدون أي شيء يمنع انقطاع التقادم التقادم في عنا 15 سنة بالنسبة للعقارات والمنقولات وعنا 10 سنوات بالنسبة للمناطق الأميرية الغير خاضعة لإدارة الدولة حالات انقطاع التقادم ممكن بدعوة استرداد الحيازة ممكن بالمنقولات باسترداد المنقول من الحائز الأساسي ممكن بالترك ممكن الحائز بعد فترة معين هو يترك من تلقاء نفسه فيفقد الحيازة نتشكرك أستاذ محمد لحضورك اليوم لكل المعلومات القانونية اللي ذكرتها ودائماً نحن القانون نوضع لحماية المواطن يمكن اجراءات بسيطة بتحمينا أنه نحن ندخل بأي موضوع قانوني ممكن هيك ياخد سنين من حياتنا شكراً لإلك كنا ورد صباحنا شكراً لإلك أستاذة محمد وياتيك ألف عرف تعافي أهلا وسهلا فيك